انطلق المغامر والناشط البيئي علي عبدو في مغامرة استثنائية بتستهدف تحقيق رقم قياسي جديد في موسوعة جنس للأرقام القياسية على درجة كهربائية هذا التحدي وهذه المغامرة استعدادا لمشاركة علي عبدو في قمة المناخ اللي هتوقض في باكو في أذربيجان كوب 29 الرحلة حيقطع خلالها 8000 كم من دبي لباكو عاصمة أذربيجان بهدف التوعية بأهمية مواجهة التغير المناخي وتعزيز حلول النقل المستدام خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن الرحلة من المغامر علي عبدو صباح الفل وحمد الله على سلامتك صباح الخير يا فندم إزاي حضرتك أهلا وسهلا مع حضرتك لو جينا نتكلم عن رحلتك الجديدة لمؤتمر المناخ في أذربيجان إزاي بدأت ولفيت وصلت لإيه وعدت على فين يعني أحكينا كل التفاصيل طيب إحنا الحمد لله انتهينا من المرحلة الأولى في الرحلة والحمد لله حقينا أول رقم قياسي في الرحلة لأكبر عدد مدن تم زيارتها الدراجة الكهربائية وده في رحلة ما بين الأمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان حاليا إحنا إن شاء الله في طريقنا نكمل بقية رحلتنا للوصول لأذربيجان بنحاول إن إحنا نحل بعض العقبات اللوجستية حاليا إن شاء الله عشان نكمل بقية الرحلة ونقاط بقية الدول رحلتنا السنة دي هدفها أنها تزور عشر دول بداية من الإمارات عمان السعودية قطر الكويت البحرين العراق تركيا وجولجيا وأذربيجان دي تالت رحلة بنعملها المؤتمر المناخ الحمد لله أولى رحلتنا بدأت في مصر أثناء استضافة مصر لمؤتمر المناخ 27 وتم تحقيق رقمين قياسين خلال الرحلة دي التي زلتنا فيها كل محافظات مصر لبدراجة الكهربائية طيب علي 8000 كيلو متر بنتكلم من نقطة الانطلاق دبي وصولا إلى باكو عاصمة أذربيجان رحلة طويلة جدا تسعة دول زي ما بتقولي تجهيزات لرحلة زي دي محتاجة تجهيزات خاصة جد هشوفنا صور معك على الهوى درجة الكهربائية إزاي بيتم بقى التجهيز الإمدادات الحاجات اللوجستية الخاصة عشان تقطع تسع دول بمناخ مختلف بتطريز وكمان جغرافية مختلفة أكيد ده تحدي كبير لك دي حقيقة تخطيط للرحلة دايما بيكون أصعب من الرحلة تخطيط رحلة تقريبا بيبدأ من نهاية الرحلة اللي فتت زي ما حضرتك ذكرت مناخ مختلف دول مختلفة طبيعة مختلفة كل ده احنا بنحتاج ان احنا ندرسه وعلى مدار السنة ونجمع المعلومات اللازمة اللي هتساعدنا ان احنا نتخطى كل دولة من دولة أو نعدي من كل دولة ومش بس ان احنا نعدي من الدولة لا كمان نحقق اهدفنا من زيارتنا للدولة دي سواء زيارة مدارس أو زيارة جامعات أو الانخراط مع المجتمع المدني أو القاء الدوق على الحلول المستدامة في الدولة دي بس دايما رغم ان احنا بنقضي وقت كبير جدا في دراسة الظروف المختلفة انما على الارض بنلاقي حاجة مختلفة تماما التنفيذ بيبقى مختلف تماما كمان بيساعدنا منظمات كتيرة وجهات كتيرة في تنسير الرحلة زيارية خصوصا ان زيارة عشر دول في رحلة هي حاجة مش سهلة فالص الرحلة بيتم تنفيذها تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة وزارة البيئة وجامعة الدولة العربية واليونساف ومؤسسة ملايخ اردانا للتنمية المستدامة وعدد من شركاء المجتمع المدني في كل دولة بنرخها احنا دايما بنحاول ان احنا نتعاون مع مؤسسة مجتمع مدني او جهة موجودة في الدولة اللي احنا بنرخها ان هما دايما بيبقى عندهم الحلول والمعلومات اللي احنا صعب ان احنا نلاقيها على الانترنت او صعب ان احنا نتضمنها في الخطة بتاعتنا كمان السنة دي الرحلة الصعبة فيها ان احنا عاملينها بدراجة كهربائية السنين اللي فاتت رحلتنا كانت بتتعمل بمتسك الكهرباء كان فيه فرصة ان احنا نقطع مسافة اكبر كان فيه فرصة ان احنا يبقى معنا معدات اكبر السنة دي زي ما حضرتك شفت الصور احنا بنعمل الرحلة دي بدراجة كهربائية وده اول مرة تتعمل في العالم حاجة بالشكل ده ان انت تقدر تسفر بعاجلة كهرباء لعشر سنين لعشر دول دايما بيحط علينا ضغط المعدات اللي احنا بنستخدمها فطرة الشحن هنقف نشحن فين هنشحن ازاي فيه تفاصيل كتير جدا في الموضوع طيب تحديد وسيلة المواصلات دي بترجع ليه اتفاق حضرتك يعني مع السبانسر مثلا لو فيه مع المؤتمر اللي رايحه ولا كل مرة بتحاول تعمل شالنج جديد وتعمل تحدي جديد بانك تستخدم وسيلة مختلفة احنا بنحدد وسيلة المواصلات ودائما لازم وسيلة المواصلات تبقى وسيلة مواصلات صديقة للبيئة طبعا السنة دي قررنا ان احنا نرفع لفل التحدي شوية وقررنا ان احنا نستخدم وسيلة انتقال صديقة للبيئة متاحة اقتصادين لكل الناس لان خلال السنين اللي فاتل كلها بنستخدم مركبات قد تكون غالية شوية او مش كل الناس تقدر انها تشتريها وكاننا دايما بنحاول نشجع الناس انها تنطاقل لاستخدام وسائل انتقال صديقة للبيئة السنة دي قد لقدرنا ان احنا نستخدم وسيلة انتقال صديقة للبيئة ومتاحة ماديا لكل الناس انها تستخدمها لكذا استخدمنا عجلة كهرباء بالمناسبة عجلة كهرباء دي متصنّاها في أفريقيا خلال السنين اللي فاتت نحن كنا نستخدم مركات عالمية السنة دي قررنا ان احنا نستخدم حاجة من قارة أفريقيا طب علي الرسالة وراء الرحلة الرسالة اللي حضراتكم عايزين توصلوها للعالم خلال هذه الرحلة وخلال زيارتكم لعواصم هذه الدول ببقى فيه مشاركة في أنشطة تتعلق بالتنمية المستدامة تتعلق بزيادة الوعي بالتغير المناخي كلمنا بقى عن الرسائل وراء هذه الرحلة طيب الرسالة الأساسية احنا عايزين ندي للناس أمل أن احنا لو نحن نحقق ونقدر أن نعمله حضرتك لما تسمع فكرة أن حد سفى عشر دول بعجل الكهرباح تعتقد أنه حاجة مستحيلة بتنفيذنا الحاجة زي كده بنيدي للناس أمل وبنيدي للناس فكرة نحن نقدر نعمل ده لو احنا اشتغلنا مع بعض ولو احنا تعاوننا مع بعض الحاجة الثانية اللي احنا بنحاول نقولها أنه في دول كتير جدا متضررة في أزم التغير المناخية ولا هي دول بتصدر انبعاثات ولا هي دول بتعمل مشاكل بس على الأرض الدول دي متضررة بشدة الرسالة الثالثة أن احنا بنحاول نظهر أثر تغير المناخ على القطاعات المختلفة في كل الدول اللي احنا بنروحها عشان نقول للناس أن القضية دي ما تستحملش تأجيل أكتر من كده القضية دي محتاجة فعلا تحرك دولي عاجل عشان نقدر أن احنا نتجنب المشاكل دي والحاجة الأخيرة أن احنا بنحاول نأهل الشباب بالمعلومات اللازمة والمهارات اللازمة عشان يبدأوا أنه هم يبقوا قادة وفاعلين في المجتمعات اللي هم موجودين فيها فقضاء تغير المناخ والتنمية المستادمة جميل بنشكرك علي عبد المغامر وبنتمنى لكم رب كل التوفيق في استكمال الرحلة أنت دلوقتي في المحطة التانية زي ما قلتنا في سلطنة عمان ولسه أمامكم مشوار طويل وصولا إلى باكو عاصمة أذربيجان وده لتأكيد على أهمية الوعي بالتغير المناخي باستضافة أذربيجان لمؤتمر كوب 29 بشكرك شكرا جزيلا علي عبد